يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون لا ترجعوا إلى الجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر الأمة أن يرجعوا إلى كفر الجاهلية يقول لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض أهل الجاهلية كانوا يقاتل بعضهم بعضا الأسرة الوحدة والقبيلة الوحدة يتقاتلون إما أن يقاتلوا غيرهم أو يقاتل بعضهم بعضا هذا هو أمر الجاهلية لا تعودوا بعض كفارا يرجعوا يضرب بعضكم رقاب بعض الإسلام جاء بالوحدة ما جاء بالفرق أبدا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه جاء الإسلام يوحد ويجمع ولذلك قال الله تعالى بعد هذه الآية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اعتصموا بحبل الله جميعا حبل الله والقرآن حبل الله والإسلام حبل الله ورسالة محمد عليه الصلاة والسلام اعتصموا بحبل الحبل وتمسكوا به ولا تحيدوا عنه أبدا ولا تفرقوا إياكم من التفرق هذا ما دعا إليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دعا إليه القرآن إنما المؤنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم لا يجوز أن تدعى أخويك يتخاصمان وأنت تتفرد عليهما لا يجوز لا تتفرد ادخل حاول أن تصلح بينهما الصلح خير دائما والخصام شر النبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كف أن تسب المسلم هذا فسق ما كان المؤمنون لعانين ولا سبابين وهؤلاء ليكونون شفعاء يوم القيامة أبدا المسلم لا يسب ولا يشتم هو دائما رحمة للمؤمنين المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ليس سابا لأحد ولا لعانا لأحد أبدا هذا وشأن الإيمان لا يدوز لمجتمع المؤمن أن يلعن بعضه بعضا ويسب بعضه بعضا واقف بعضه ضد بعض ما هذا بالإسلام أبدا الذين يفعلون ذلك ليسوا بمؤمنين الذين يثيرون الفتن بين المؤمنين بعضهم وبعض ويؤلبون بعضهم على بعض ليس هؤلاء من المؤمنين أبدا المؤمنون يسعى إلى أن يجمعوا المؤمنين بعضهم على بعض ويصالحوهم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أذرا عظيمة فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إن كان عندكم من الإيمان مستمسك فاسعوا إلى أن تصلحوا بين المؤمنين أصلحوا بين أخويكم لا يجزء أن تترك المؤمنين يقاتل بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم ليس هذا من مجتمع الإيمان في شيء الذين يسعون إلى ذلك ويسرون به ليسوا من أهل الإيمان أهل الإيمان دائما مجمعون مؤلفون بين القلوب ليسوا نمامين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام أو قتات والقتات والنمام والذي يسعى في الشر بين الناس ينخل الكلام من الناس إلى آخرين يريد أن يثير الفتنة يريد أن يحرق الناس بعضهم بعضا أن يقتل الناس بعضا ليس هذا من الإيمان في شيء ترجمة نانسي قنقر